السلام عليكم اليوم الثامن والعشرون من حزيران الفين وثين وعشرين عقد اجتماع مجلس الوزراء ونقشت فيه مجموعة من المسائل المثبتة في برنامج الاجتماع وكانت هناك ديباجة للسيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي تحدث فيها عن مجمل ما يحفو من تحديات ببلدنا وعرج على السياسات التي تنتهجها هذه الحكومة سياسات المسؤولة عن بلد بحجم العراق في ظروف استثنائية مرت بها هذه الحكومة منذ سنتين سياسات تتوخى إنجاز مشروعات وخدمات لصالح العراقيين وتتبع بناء علاقات أساسية داخل المجتمع وفي دول الجوار الإقليمي ونبذنا في هذه السياسات الإنعزالية وسيطرنا على التوترات رعاية لمصالح بلدنا الاقتصادية كانت هناك زيارة لسيد رئيس مجلس الوزراء قبل يومين إلى المملكة العربية السعودية وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هدفها هو الحفاظ على هدوء المنطقة واستقرارها بما يخدم مصالحنا وأيضا نقاشات عن الشراكات الاقتصادية وعن مسائل الأمن الغذائي لبلدنا وقضايا الطاقة والمياه خاصة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه موضوعات أساسية نحرص عبرها أن نرعى مصالح العراق عبر هذه العلاقات الدبلوماسية المعززة بمنهج حقيقي لأن يكون العراق مستقرا ومقرا للآخرين لحل النزاعات ولترطيب الأجواء ولفض هذه التوترات التي تؤثر على بلدنا كان هناك تعريج أيضا على الاتفاقية الصينية وكيف أن هذه الحكومة رغم الحملات التي تشن عليها من جهة هذه الاتفاقية أنها طبقت هذه الاتفاقية وبدأ بمشروع المدارس وبنائها وكذلك كانت هناك نقاشات بين أساد الوزراء قبل الدخول في برنامج الاجتماع في مجمل هذه القضايا وما موجود من جو سياسي في بلدنا التي أمنى فيها أن يكون هناك سعي جاد لتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات العراقيين في هذه المرحلة الصعبة وأكدنا أن هذه الحكومة لن حياز لها ولا ميلان إلا لصالح العراقيين ومصالحهم لم نتبع فيها سياسة المحاور لم ننحز إلى أي جهة بل إلى مصالح العراقيين فقط فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت هذا اليوم أبرزها كان هناك حصة كبيرة لوزارة الصحة ثلاثة قرارات اتخذت لتدعيم أسس سياسة صحية وطبية للعراقيين في هذه الفترة فكان هناك استضافة للدكتور هاني العقابي وزير الصحة الذي عرض مجموعة من القضايا المهمة واتخذت فيها قرارات لعل أولها هو قرار بتعيين ذو المهن الصحية والطبية وكان هنا قرار بأن تقوم وزارة المالية بتمويل أكثر من 169 مليار دينار عراقي إلى وزارة الصحة لتعيين ذو المهن الطبية والصحية والمشمولين أيضا بقانون التدرج الطبي والصحي رقمه 6 للعام 2000 وتعديلات هذا القانون أعتقد هذه خطوة متقدمة ومهمة لكي تكون هناك مزيد من الخدمات الطبية عبر هذه التعيينات لذوي المهن الطبية أيضا كان هناك قرار آخر بأن تقوم وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بـ 45 مليون دولار لمشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة هذا الموضوع ضاقط حقيقة نشعر بالأسف أن هناك خدمات طبية لازمة وضرورية لا يجدها الأطفال ولذلك اليوم ناقش مجلس الوزراء هذا الموضوع وخصص هذه الأموال لوزارة الصحة وهناك أكثر من 20 مركز طبي سيكون جاهزا لاستقبال حديثي الولادة ورعايتهم والقرار الأخير لوزارة الصحة هو أن هناك تصويتا جرى في مجلس الوزراء لإقرار توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 45 للعام 2018 وهو يتعلق بوضع سبل وآليات وحلول لإنجاز مشروعات تتعلق بالمستشفيات العامة هذا أيضا يصب في صالح تعزيز الخدمات الطبية التي توفرها الحكومة للعراقيين واتخذ هذا القرار هذا اليوم بالإجماع في مجلس الوزراء كان هناك أيضا قرار يتعلق بالمحاضرين والإداريين والعقود والأجراء وقراء المقاييس أيضا هذا القرار أن هناك لجنة تألفت لتحويل هؤلاء إلى وفق القرار 315 العام 2019 هذه خطوة متقدمة فيما يتعلق بهذه الفئة من العراقيين وهم المحاضرون والإداريون والعقود والأجراء وقراء المقاييس وكذلك قرار بتعيين الأوائل وحملة الشهادات نحن نعلم أن حكومات متعاقبة تلكأت في تعيين هؤلاء الخريجين من الأوائل وأيضا من حملة الشهادات العليا تحديدا اليوم مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتعيينهم وإن شاء الله ستشهد الأيام القادمة تطبيقا لهذا القرار لهذه التعينات التي تتعلق بالمحاضرين والإداريين والعقود والأجراء والأوائل وحملة الشهادات العليا فيما يتعلق أخيرا بحماية المنتج الوطني كان اليوم هناك نقاش مستفيض في هذه المسألة وهناك توصيات للجنة قامت بدراسة واقع حال دخول البضائع والسلع إلى العراق وخلصت هذه اللجنة إلى جملة من التوصيات كلها تصب في صالح حماية المنتج الوطني وقصوت مجلس الوزراء على هذه التوصيات ولعل أبرزها هو فرض رسوم قمرقية على الاستيراد وهذا يحمي المنتج الوطني شكرا جزيلا